تعهد أوروبي أمريكي بتقديم نحو عشرة مليارات يورو لمساعدة السوريين والدول المستضيفة للاجئين السوريين في ختام مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة السابع والذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد أن دقت أزمة اللاجئين السوريين ناقوس خطر عدام الأمن الغذائي التعهد بتقديم المساعدات للسوريين جاء بعد أزمة عدام الأمن الغذائي في سوريا ووصف الأمم المتحدة لهذه الأزمة الإنسانية بأنها الأضخم قائلة إن عشرة تمويل المطلوب فقط هو الذي تم تأمينه لمشروعات عام 2023 لمساعدة السوريين في الداخل والخارج وفقا لوكالة رويترز منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كشف أن 60% من الذين يعيشون في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي مشددا على ضرورة ضمان المساءلة والمحاسبة بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد ضد السوريين الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو كوتريش من جانبه أكد أن المساعدات الغذائية للسوريين ستنخفض تزامن ذلك مع تأكيد ثلاث منظمات أممية من أن الأموال المخصصة لمساعدة السوريين هذا العام قليلة بدرجة حرجة يأتي هذا وسط تصريحات أطلقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن أكثر من 14 مليون سوري فروا من منازلهم منذ عام 2011 فضلا عن نحو 6.8 ملايين نازح داخل سوريا التي يعيش فيها كل السكان تقريبا تحت خط الفقر مع وجود نحو 5.5 ملايين لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر هي أزمة إنسانية مستمرة ومتفاقمة يعيشها اللاجئون السوريون تتزامن مع تلقي رئيس نظام السوري ترحيبا دافئا في قمة عربي عقدت الشهر الماضي وكأنه عفو وإفلات للعقاب عقب سنوات طويلة من قتل وتهجير السوريين وترسيخ مفهوم البقاء للاستبداد ترجمة نانسي قنقر